مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز على شاشة القناة الأولى جمعنا لكم كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا ودلوقتي يلا نبتدي زي ما عودناكم دايما بفكر ترانز السماء تمطر أسماك شجاعة سيدة سعودية سماء الأقصر تتزاين الأسبوع ده شفنا فيديو تصدر التراند في العالم كله تقريبا وده بسبب أنه بيكشف عن ظاهرة غريبة جدا وهي ظاهرة المطر السمكي واللي حصلت من أيام في واحدة من المدن الإيرانية لما اتفاجئ المواطنين أن السماء بتمطر مع المياه سمك وزي ما قلت لكم من شوية الظاهرة دي اسمها ظاهرة المطر السمكي واللي بتحصل نتيجة انتقال الأسماك من البحر بفعل الأعصير وعادة بتحصل في مناطق بيكون فيها تباين كبير بين الرتوبة ودرجة الحرارة وعشان نفهم أكتر عن الظاهرة الغريبة دي هيكون معنا مدخلة من الدكتور مجدي علام وصشار برنامج المناخ العالمي أهلا بحضرتك يا فاند أهلا بحضرتك دلوقتي احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هو ظاهرة المطر السمكي بالتفصيل شوية طبعا يعني فيه حاجة اسمها الظواهر الجامحة يعني الظواهر الجامحة دي اللي كسترين إفنت بتحصل فيه يعني أوقات نادرة وفيه مواسم نادرة لكنها بتبقى جزء من طيارات أكبر يعني الطيارات الكبيرة التي تمر عبر المحيطات سواء المحيط الأطلانطي أو المحيط الهادي أو المحيط الهندي أو غيرها من المحيطات اللي هي المسطحات الكلمائية الكبيرة وصاحبها ايضا يعني حركات رياح شديدة اللي احنا بنقول عليها العصير العصير دي ممكن تشيل وهي مشية شجر وممكن تشيل وهي مشية نباتات وممكن تشيل وهي مشية تيارات مائية ولذلك حتى على المحيط الهادي بتلاقي التيارات المائية بيطلع عليها زواهر أعصير بالأعصار بيبقى واخد الأرض مسطح الأرض واخد مسطح الهوى واخد معاه جزء من مسطح المية فهو واخد جزء مسطح المية ده بيشيل جزء من المية كأنه كانت هو زائق المية دي مسطحها هنا بقى وظروفها هل فيه أسماك على السطح على السطح المائي فيزق هذه الأسماك معيرها زي ما حصل مثلا أن احنا لأينا عندنا 3-4 دلاثين دخلوا من البحر المتوسط من المحيط الأطلنطي إلى البحر المتوسط عبر المضيق الضيق ودخلت فجئنا بالحتان دي دخل علينا 4-5 حتان دخلوا وراء بعد وهو ده مش البيئة الطبيعية بتاعتهم فبيحصل تغيرات مناخية سواء بارتفاع درجة الحرارة أو بشدة الرياح أو بالأعصير أو بتقلبات مناخية مفاجئة بنقول عليها كستري يعني ما تتخيليش مثلا أنه مرة واحدة يبقى المياه دي بالكم ده متشال كده قدامه زقال طيارات المائية ومحركها حركة كبيرة ممكن تاخد على الشاطئ بس ممكن تاخد مسافة نص كيلو ممكن تاخد 2 كيلو ممكن تاخد 4 كيلو مجورة لشاطئ المحيط وبالتالي ليس غريبا أنه يحصل نوع من طيارات مائية شادت معاها جزء من يعني تكوينات سماكية في هذه المساحة شالت المساحة دي زي ما احنا وإحنا قابلنا على شط اسكندرية كده بتلاقي الموج وإحنا ردين قاعدين فوق على صور اسكندرية وتحت الموج شديد جدا مرة واحدة الأمواج تشيل مياه وتجرها وتجرها للخلف أو للأسار وبالتالي فده وضع طبيعي جدا من الأوضاع هو بس الفكرة اللي فيها إزاي كمية السمك الكديرة دي تشالت مرة واحدة تشالت دي معناها أنه فيه إعصار شديد شال كأنه غرف كمية مياه بسمكها وطيارها وطيارها مسافة معينة وطبعا هتنزل تسقط تانية على الشاطئ في الماء فما هي يعني الغرابة بتاعتها حجم بس الأسماك اللي كان موجود بشكل كبير جدا في هذا الطيار الإعصاري الموازي للمحيط نفسه وبالتالي دي ما بتحصلش فيه البحر المتوسط مثلا جوه ما بتحصلش فيه البحر الأحمد لأن دي بحيرات أو بحار ضيقة لكن البحار الكبيرة جدا اللي هي المحيطات طبعا بيحصل فيها عصير وبيحصل فيها تيارات هوائية عنيفة وبيحصل فيها تقلبات مناخية وبيحصل فيها تغير حتى بسبب الأوليس بيلدي وبعض المسارات اللي بتلقي بقايا البترول بتؤثر على يعني امتعام هذه الكائنات جزء من هذا التأثير أنه الأسماك قد تتأثر لي وهذا التأثير لا يستطيع أحدا أن يتوقعه لأنه الإزنت نفسه بتاع الإعصار ليه مواسم معينة لكن هل فيه تغيرات مناخية غيرت رأيه نعم فيه تغيرات مناخية غيرت رأيه وخلته يا إما بيجي بدري يا إما بيجي نتأخر يا بيجي بلا مقدمات زي اللي حصل في الإمارات من يتخيل حجم السيول وفي السعودية اللي حصل هذا الكلام دون أي مقدمات فيه أراضي أساسا جفة وشبه جفة وأراضي منها نادر يسقط فيها أمطار لكن اللي حصل إنها غرقت الدنيا دكتور مجزي علين بشكر حضرتك جدا على المداخل مرسي الأسبوع اللي فات اتعرضت المملكة العربية السعودية لسيولة عنيفة جدا عملت مشاكل كتير في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب الميا وده أدى إنه عربيات كتير تعطل وناس تتحبس فيها وهنا ظهرت شجاعة سيدة سعودية في مزينة القسيم لما خرجت من عربيتها وقدرت أنها تنقذ عائلة كاملة كانت محبوسة ومش عارفة تخرج من العربية بسبب السيول دي المواقف البطولي ده هو اللي خلى الفيديو أنه يتصدر الترند خصوصا على موقع اكس تويتر سابقا الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي متصور في مدينة القسر أثناء انتلاق سابقين رحلة لبالون الطقر واللي كان عليهم 1750 ساعة جمال المشهد واللي أظهر سماء مدينة القسر وكأنها مزينة بالبالونات خلى الفيديو يحقق ملايين المشاهدات على كل وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا أنه الرحلات دي كانت بتحصل بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة وكمان توافض السياح الأجانب على مصر للاحتفال بي وبكده نكون خلصنا بفكر ايام قليلة بتفصلنا عن امتحنات السنوية العامة وطبعا في الوقت ده بيكون تفكير الطلاب والأهل رايح في اتجاه واحد وهو إزاي يقدر يدخل جامعة كبيرة أو يدرس تخصص في مجال مهم وعشان كده بنلاقي فيه طلاب كتير بيبحثوا على السوشال ميديا عن فرص لمنح دراسية اللي ممكن يستفيدوا منها وده الموضوع اللي احنا نتكلم عنه النهاردة مع الأستاذة لايلة حسين مدير أول المنح الجامعية ببرنامج رواد وعلماء مصر واللي هنعرف منها أكتر عن المنح اللي بيقدمها البرنامج اللي أعلنت عنه وزارة التعليم العادي أهلا بحضرتك يا أستاذة لايلة مستدر يهام أنا أحب أحكي لك عن المنح بتاعتنا اللي بنقدمها يعني يمكن السنة دي خامس سنة نقدم برنامج المنح الجامعية والتاني سنة لبرنامج رواد وعلماء مصر إن هم ينضموا مع بعض لإتاحة فرص تعليمية مميزة عن طريق منح زي ما أنت يعني أشرت في الأول وطبعا دفت في الوقت اللي الولاد بيذكروا ربنا يكون معاهم كلهم ويوفقهم إن شاء الله في المذاكرة طبعا إحنا البرامج بتاعتنا يا فندم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتكون مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية التأولية وإحنا في الجامعة الأمريكية بنكون بتنفيذها وطبعا كل المعلومات اللي بتبقى عن المنحة بتبقى موجودة على شركة نيوتن الخدمات التعليمية للاستمارة وكل المعلومات اللي موجودة طيب إيه الجديد اللي بيقدموا البردمج السنة دي إحنا فعلا السنة اللي فاتت كنا مع بعض يا أستاذة ريام ايو بالضبط وكنا سوعداء نفس الوقت وكاتبت تحناية بردو 50 منحة بس السنة دي عندنا أكتر من 370 منحة للعام الأكاديمي 20-24-20-25 فده رقم كبير وده بيدي فرص كبيرة للطلبة اللي بيقدموا إن فرصهم إنه هم يتم اختيارهم تكون أكبر طبعا السنة دي عندنا حاجات جديدة بردو أحب يعني أقول هالك إن السنين اللي فاتت كنا بنبقى علمي علوم وعلمي رياضة المنحة وكنت الشعبة الأدبية بتكون لطلاب ذوي الأعاقة السنة دي إحنا فاتحين في الشعب جميعا العلمي علوم والعلمي الرياضة والأدبي وعندنا تخصصات جديدة كتير همتكلم عليها في قطعات مهمة جدا للدولة فدي حاجة جديدة برضو بنقدمها السنة دي عموما إحنا دائما بنهتم إنه 10 من 15% من المنح اللي إحنا بنقدمها تكون لطالبة ذوي الأعاقة ويكون نهتم كمان أكتر إن إحنا دائما نبص على طالبة من جميع محافظات مصر يعني لازم يبقى على مستوى 27 محافظة عندنا طالبة يكونوا من الطالبة النابغين المتفوقين اللي عندهم دور في المجتمع اللي عندهم نوالي القيادة بنتم اختيارهم من جميع المحافظات وبرضو بنهتم قوي إن إحنا ما بنختار بنختار 50% من الطالبة يكونوا من الإناف و50% من الذكور فدي معلومات عموما عن المنحة والحاجات بقى للسنة دي زادت زي ما أنت كنت تسأليني إن إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا 11 جامعة شريكة السنة دي بقينا 13 جامعة الجامعات الشريكة دي فيه جامعات حكومية وجامعات أهلية زي جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية جامعة عينشمس جامعة أسيوت جامعة المنصورة الأكديمية البحرية السنة دي معينا جامعة الزأزيق برضو السنة دي معينا جامعة حلوان مدينة زويل جامعة بطر بالقاهرة الجامعات الأهلية زي جامعة الجلالة وجامعة العلمان طبعا بالإضافة للجامعة الأمريكية طيب طيب دلوقتي يا أستاذة ليلى إحنا لو فيه حد عايز يقدم لو حد عايز يقدم بيقدم إزاي بيعمل إيه إيه هي الخطوات أول خطوة خالص هي الاستمارة والخطوة مهمة جدا هي دي دي طيب الطالب هنا فالاستمارة موجودة على موقع مزارة التعليم العالي والبحث العالمي على موقع شركة نيوتن في المواقع تحت الجامعة الأمريكية والمخالة الأمريكية للتنمية الدولية موجودة أونلاين المهم جدا لما الطالب يبص على الاستمارة أنه هو يقرأ الأسئلة اللي هي بتتكرر كتير وأنه هو يشوف إيه الأوراق المطلوبة ويجهزها لأن دي حاجة مهمة جدا فإحنا فتحنا استمارة التقديم بقالنا إتماعين وإحنا الحقيقة بيتقدم لنا طلبة كتير سيسينين ألافات الطلبة بيتقدموا للمنحة دي فبنهتر من الطالب من بدري يجهز الاستمارة لأن هي دي اللي بتبقى في المرحلة الأولية ليخصل تصفية بناء عليها فاللي بيبقى فيه أسئلة مقالية في الاستمارة بيبقى فيه أوراق مطلوبة للدخل بيبقى فيه يعني معلومات كتير بنحتاجها فبقى نهتم قوي بالاستمارة دي وإخر معوعد لتقديم الاستمارة قبل اللي امتحانات 31 مايو السنة دي إن شاء الله قبل الساعة واحدة يعني الساعة 12 بالليل الاستمارة بتقفل فمهم قوي قبل الساعة 12 بالليل يكون قدم الاستمارة وإحنا حاجة عموما دايما يعني في المنح أو في التقديم في أي حاجة يريد ما نستناش لآخر وقت إن إحنا نقدم في المنحة يريد إن إحنا الواحد دايما يبقى مجهز نفسه بأوراقه من قبلها طبعا لأستاذ العليل حسين مدير أول المنح الجامعية ببرنامج رواد وعلماء مصر بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا دلوقتي نروح مع بعض نشوف فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا استنونا هنبدأ من التيك توك لإنه بيحبه جدا ومتفاعل بشكل كبير جدا عليه بتابع كريم محمود عبدالعزيز 3.900.000 متابع وحقق لحد دلوقتي 10.900.000 لايك على فيديوهاته سليمان عيد دايماً لين نصيب الأكبر من الفيديوهات اللي بتميزهم على السوشال ميديا هو وكريم وعملوا كذا فيديو مع بعض وحققت نجاح كبير جدا من التيك توك نروح للإنستجرام وده تاني أبليكيشن كريم محمود عبدالعزيز متفاعل عليه جدا وعلى طول بينشر صور وفيديوهات بيتابع كريم 4.2.000 متابع وهو بيتابع 962.1 نشعل لحد دلوقتي 1015 صورة وفيديو وزي أي فنان الصور على الأكاونت كلها صور بوسترز لأفلامه وكواليس مشاهد من أعماله اللي يعرف كريم يعرف قد إيه هو كان مرتبط بوالده الفنان الكبير محمود عبدالعزيز الله يرحمه ووالدته كمان فلقينا أنه نشر أكتر من 40 صورة تجمعه بوالده ووالدته وأخوه الفنان محمد محمود عبدالعزيز وبكده نكون خلصنا السوشال لاب ونروح للفاصل ونرجع نكمل فقراتنا الاهتمام بكبار السن شيء مهم وعظيم خصوصا لو كنت بتحاول أنك تمنعهم الراحة والسعادة وتقنعهم كمان بأن الحياة الحقيقية بتبدأ بعد الستين وده اللي عملته صدقت فيه دفتنا النهاردة والليسخر كل وقتها وحياتها لخدمة كبار السن وده اللي خلى منظمة الأمم المتحدة تختارها ضمن أكتر 50 شخصية مؤثرة في حياة كبار السن على مستوى العالم وده طبعا بسبب الدور الكبير والمهم اللي بتقوم بي منورانا في الستوديو النهاردة الأستاذة دينا حشيش مؤسسة جولدن ييرز زيك يا دينا الحمد لله زيك الحمد لله أنا مبسوطة جدا أنت معي النهاردة وعندي أسئلة كتيرة جدا 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 ليكي وأول حاجة عايزة أعرف عن التكريم قبل ما ندخل نتكلم على جولدن ييرز وكنت عايزة أعرف التفاصيل بتاعته أكتر أحكي لك إحنا جولدن ييرز ابتدى النشاط بتاعنا وقت الكورونا أوكي وهنا جلتا كريم بتاع الأمم المتحدة كتتويج للأعمال اللي كنا بنعملها وقت الكورونا وقت الكورونا كلنا كنا معزولين واضلة اجتماعية طبعا كبيرة جدا جدا مكناش عارفين الكورونا دي هنفضل معزولين فيها قد إيه فالفكرة جات كان من إن احنا بنحاول يعني أنا كان عندي مشاكل في الرعاية الصحية بتاعت والدي وكنت مش لقي مكان ألاقي فيه معلومات أدور فيها طب أروح لدكتور إيه أروح ل ألاقي الدواء ده فين أعمل إيه عشان أقدر أساعده أعمل إيه عشان أحفزه اجتماعيا أو يعني ذهنيا خصوصا مع العزلة الاجتماعية بتاعت الكورونا فعملنا كده زي بروجرام لطيف في البيت جربناه الأول إن إحنا نعمل جدول يومي بنمشي عليه ولقيت إن ده حفز والدي ذهنيا جدا وابتدى إنه هم يساعده فقلت طب أجرب أعمل ده على مستوى أكبر مع ناس مختلفة ومن هنا جت فكرة جولدين ييرز الأول ابتدين على التواصل الاجتماعي إن إحنا ندمج كبار السن في التكنولوجيا بحيث إنهما ميبقوش معزولين وقتا الكورونا فابتدين بقى إن إحنا نعلمهم زوم ابتدين إن إحنا نعلمهم حاجات مختلفة إنهم يدخلوا على فيسبوك على إنستجراب على كذا والسوشال ميديا بلاتفورم المختلفة والمعاوكة المختلفة علشان يقدروا إنهم يتكلموا مع بعض ويقدروا يتكلموا مع أولادهم بصورة أمنة ويتسلوا وقت الكورونا طبعا في العزلة دي ما يبقوش معزولين ومن هنا الأمم المتحدة شايفت إن الشغل اللي أنا بعمله إن أنا بدمج كبار السن في التكنولوجيا وبدخلهم عالم التكنولوجيا بمعنى أصح حاجة تستحق التكريم وديك الحاجة طبعا بفخر بيها جدا لأن أنا المصرية الوحيدة وأنا الوحيدة اللي من الشرق الأوسط من المنظمة الصحة العالمية بغلز يدينا والله إحنا كلنا فخرين بيك لأن كمان عارفة الموضوع ساعات بيكون صعب جدا لما مثلا يعني بتحصل معينا شخصيا مثلا مامتي بتسألني على حاجات صغيرة وكده عارفة طبعا أنا عايزة تسالة بالفيسبوك طبعا أنا عايزة تسالة على اليوتيوب طب وبجد بتبقى صعبة جدا إن الوحيد يكون أولا عنده البال طويل إن هو يقعد يشرح واحدة واحدة بالتفصيل الممل وندلق أو دقاء وكده فدي حاجة مهمة جدا وبجد هما بيتسالوا بيها قوي يعني ده حقيقي وكان فيه كمان معلومات مغلوطة كتير قوي وقت الكورونا فكان هدف من أهدافنا إن إحنا نكافح المعلومات المغلوطة دي يعني إحنا عايزين نتأكد إن هم لا ما تاخدوش معلومة طبية غير من دكتور مش أي حد يجي يقول لكم أعملوا الحاجة الفلانية تعملوها لا لازم تتأكدوا فعلا ده غير إن جوجل كارسة كمان يعني إنتي هتدخلي على جوجل هتدخلي تكتبي إن إنتي عندك برد هننتجي إن إنتي عاوزه بالله الواحد خلاص ناقصه ربع ساعة ويموت فالموضوع بيبقى صعب جدا فده برضو وعي مهم جدا طبعا ولكل الناس مش بس للقبار بالضبط بالضبط فده كان حاجة من الحاجات اللي كانت مهمة قوي قوي بالنسبة لنا إن إحنا نعودهم إزاي يقدروا إنه هم يميزوا بين المعلومة المغلوطة وبين المعلومة الحقيقية إذن هم يشوفوا المصادر يعني مش معنى إن هي على الإنترنت يبقى صح يبقى صح لازم نشوف طب هي فين على الإنترنت إيه الموقع هل ده موقع فعلا موثوق فيه المصدر ولا مش موثوق فيه الحاجات دي كلها كنا بنعمل عليها توعية كتيرة قوي بالذات وقت الكورونا وطبعا مكملين بعد الكورونا طبعا طيب أنت دايما بتقولي مقولة الحياة بتبدأ بعد الستين اشرحيني الجملة دي معناها إيه بالنسبة لك بوسي أنا هاجم الحاجات في جولدن ييرز اللي احنا بنشتغل عليها دايما هي فكرة أن احنا نغير المفاهيم عن التقدم في السن أو أن احنا يعني ايه كبرنا في السن فكرة كبرته عالجست دي عايزين للغيح فكرة أنا خلاص بقى عايش عمري أو زمني وزمن غيري بنحاول أن احنا نغير كل المفاهيم دي بمعنى أن احنا الحياة فعلا بتبدأ بعد الستين بعد الستين هو ده شكده احنا نسمينا نفسينا جولدن ييرز السنوات الذهبية أي إن ده فصل جديد من حياتنا بنبتدي اللي كان عنده ولاد بيخلي باله منهم طول عمره خلاص الولاد بيشتغلوا كبروا اللي كان بيشتغل طول حياته طب خلاص تلع على المعاش اللي كان بيخلي باله بيرعى أهله مثلا أهله في الغالب في الوقت ده خلاص بقوا بشكل معين فالفكرة هي أن احنا بنبتدي جزء جديد من حياتنا إزاي نعمل نحق كل أحلامنا في الوقت ده وكل الحاجات اللي كان نفسينا نعملها هم مش لقين وقت عشان ضغوط الحياة ومتاعب الحياة طب خلاص دلوقتي بقى عيش زمنك أنت شوف الحاجات اللي كان نفسك تحققها ويلا نساعدك فيها فعش كده بنعمل أنشطة كتير مختلفة إيه بقى أنا وعيدة الأنشطة اللي ممكن تحسس الواحد بالحاجات دي هقولك إحنا عندنا أنشطة مختلفة بنعمل نادي كتاب نادي الكتاب ده الكتاب اللي فيه كلهم بعد الستين وكتير منهم كتبوا كتب بعد الستين والفكرة كلها هي أن احنا بنحاول نشجعهم أنهم يتناقشوا مع ناس مختلفة من عمرهم وأصغر وأكبر في الكتب بتاعتهم بنعمل كمان زيارات لدور المسنين زيارات لدور المسنين دول أنا دلوقتي بشتغل مع كبار السن بس كبار السن دول فيه ناس في بيتها وفيه ناس في دور المسنين فاحنا لازم نهتم بالتنين وبالتالي المتطوعين اللي معينا بنعمل كتير يعني كتير من الأنشطة التطوعية والمتطوعين اللي بيبقوا معينا من كبار السن بالإضافة إلى طلبة مدارس بالإضافة إلى طلبة جامعات وموظفين من الشركات أن هم يزوروا دور المسنين معنا بحيث أننا ننشر ثقافة التطوع حاجة تانية برضو في ناس كتير قوي من أهلنا هتلاقيهم كلهم بيعملوا حاجات بأيديهم حلوة قوي اللي بتطبخ اللي بيرسم اللي بتخيط زي ما بتقولي اللي بيعمل طول عمرها مثلا كروشي وتريكو حلوة قوي بس خلاص قدت هدايا للعيلة كلها يعني كل الناس عندها أكتر من بولوفر فطب يلا نعرض لك الحاجات دي وتوريها لناس تانية مختلفة عندنا كمان كرال الكرال فيه ناس ستينية سبعينية تمانينية من الرجال ومن السيدات بيغنوا عندنا كمان أنشطة مختلفة أنه هو معدى كترة لقاءات صحة لقاءات الصحة دي قد ايه احنا هدفنا نسمى أنها اسمها لقاء الصحة لقاء الصحة يعني ازاي أبقى بصحة جيد فحتى لو أنا عندي عرض أو مرض معين صعب طب ازاي أننا أقدر أتعامل مع هذا المرض وزاي وليه دي كمان أو اللي بيخلوا بالهم مني يقدروا يتعاملوا مع هذا المرض فبنعمل لقاءات أونلاين وعلى الحقيقة مع الدكاترة على مواضيع مختلفة قوي يعني الزهايمر الدمانشيا الجلطات إزاي يتعامل مع الاكتئاب إزاي يتعامل مع فترة ما بعد المعاش إزاي أن أنا وأنا بخلي بالي من حد أخلي بالي من صحيتي كمان النفسية فدي كلها حاجات من الأنشطة اللي احنا بناملها عندنا كمان رالي رالي ماشي رالي ماشي اسمه الحركة باركة الحركة باركة ده أول رالي ماشي اللي كبار السن في الشرق الأوسط فكرته هي إيه فكرته هي أن الحركة باركة طبعا إحنا لما بنتحرك قدراتنا الزهنية بتتحسن قدراتنا العقلية قدراتنا النفسية جسمانية كل الناس بتلاقيها بتشتكي من ركبها ومنظهرها مع كبر السن طبعا لو أنا بتماشي 20 دقيقة حالتي الصحية هتتحسن بدين النشاط مش لازم نبصله أن أنا لازم ألبس لبس معين عشان أتماش لا ده أنا ممكن بلبسي العادي ده ألبس بس جزمة مريحة ومنزل أتماش أشد جاري وأنا نزلة أو جارتي وأنا نزلة أشد أحفادي ولادي أي حد من المحيط موعد معينة مين بينفع يشارك فيه بتعمل فين عايز أعرف كل هذا عندنا رالي الماشي بتاعنا في المريلند إن شاء الله يوم 11.05 هيبقى يوم السبت 11.05 التسجيل الساعة 9 الصبح ويوم مستمر لغاية أربعة بعد الظهر وهيبقى برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بإذن الله ويحن فخورين جدا 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 إن إحنا جتلنا الرعاية بتاعة وزارة التضامن وهيبقى يوم للعيلة كلها يعني كبار السن يمشوا إحنا معنا ناس لغاية 106 سنة بيبقوا مشتركين معنا ومنها إنه هم يتحركوا ويقضوا يوم في الجنينة طبعا ففكرة إن إحنا ومقضين يوم بنتعرف على بعض بنكبر دايرتنا الاجتماعية لأن إحنا كلنا طبعا كل ما بنكبر دايرتنا الاجتماعية بتصغر فإحنا بنحاول نخلق فرص إن الكبار دايرتهم الاجتماعية تكبر مش تصغر بناء على يعني بالأنشطة المختلفة اللي هم بيشتغلوا عليه طب زينة أنا عايزة أقالك حاجة لما الناس بتكبر في السن بتحسي إن هم بيكونوا شخصيتهم أصعب طبعا عناديين أكتر شوية إزاي بتقنعيهم إن هم يشوفوا الحياة بالمنظور دا إزاي أقنع مثلا حد كبير في السن إن هو ينزل ويروح الرالي دا لو يقدر طبعا إزاي إن هو يشارك مثلا لندوة بتاعة الكتاب يعني يعمل أي نوع من أي حاجات اجتماعية تخلي الموت بتاعه أحسن ويتعرف فعلا زي ما قلت على الناس جديدة فتبقى ساعات صعبة قوي إن أنت يتعرف تقنعي حد كبير في السن إن هو يعمل حاجة ومش متعود إن هو يعملها زي تدوري تعملها بنحنا نسمعهم بصي أنا بشوف حاجة في جولدن ييرز بنبقى دايما حريصين قوي عليها إن إحنا نعرف الناس محتاجة إيه إن إحنا لما بنسمع هم محتاجين إيه بنبتدي إن إحنا نغير في الأنشطة المختلفة اللي إحنا بنعملها علشان إنها تواكب الحاجات اللي هم بيدوروا عليها إحنا ما عملناش نادي الكتاب من فراغ أو الكرال من فراغ بالعكس إحنا سألناهم طبع بنتو نفسكوا تعملوا إيه إيه اللي قال أنا نفسي غني إيه اللي قال أنا نفسي أعرض الكتب بتاعتي إيه اللي قال طب أنا نفسي إن أنتوا تساعدوني إن أنا أعمل قناة على اليوتيوب أو على الإنستаграм فابتدينا إن إحنا نعمل دورات بوسطة متطوعين يعني إحنا كل الناس اللي بتساعدنا الحقيقة متطوعين من مجالات مختلف إن هم يساعدوهم إن هم يعملوا قناة لنفسهم يحكوا فيها أو يشرحوا إزاي نعمل الحاجات اليدوية دي فاببتدي أهم حاجة إن إحنا نسمع أهلينا لما بنسمع أهلنا بنعرف هم بجد محتاجين إيه مش أنا حد صغير في السن جاي أن أنا أقول لهم أنا عارف إيه المزبوط طب أنت ليه ما بتخرجش أنت لو خرقتها هتتحسب مش ده النقطة هو ممكن يكون مش بيخرج عشان أسباب ليها علاقة بالبيئة المحيطة به مش أسباب ليها علاقة خالص خالص بأن هو ما نفسهش يخرج بالعكس هو ممكن يكون مش عايز يتعبنا ممكن يكون بجد حاجة بسيطة كده اللي هو شايف أنه مش عايز يتعب ولاده أو مش عايز يكلف ولاده أو عارف أنه ولاده لما بيخرجوا أو يعني المحيط اللي بيجي حتى لو مش ولاده كلهم بيخرجوا بيخرجوا خروج غالية فمش عايز يكلفهم أو عارف مثلا أنه هم مشغولين في مشغولهم في شغلهم في دراستهم في أي حاجة فمش عايز يبقى عبا خلي بالك أهلينا بيبقوا حساسين طبعا حساسين قوي فهم بسبب الحساسية دي بيبقى دايما مبقي الدايرة اللي حواليه عن نفسه صح فاحنا لازم نسمعهم ونعرف طب انت ليه بجده مش عايز تخرج هل مثلا تعبين هل مش عارف إيه هل جزميتك مش مريحة ممكن تبقى بجده حاجة بسيطة زي كده أو هل الآن من الطريق طب بدل ما خرجوا مسافة بعيدة طب أخرجوا مسافة أقرب حاجة أقرب بزيط فكرة دور المسنين عمتا في مصر بتقابل الناس بتقابلها بطريقة حادة شوية بيحسوا إن كأن مثلا الشخص ده إنه ما عملش اللي عليه مع أهله فهو بعته دور المسنين بيحسوا إنه هو كأنه مثلا بعته علشان هو مش عايز يشكل مسؤوليته بعد ما طبعا هو رب وكبر وعمل وسأوه أنت إيه رأيك في الكلام ده بصي دور المسنين حاجة مهمة إنها تبقى موجودة مش كل الناس عندها حد يراعها ففي ناس آه حقيقي محظوظة إن عندها دايرة يدرعها وبتخلي بالها منها لكن في ناس ما هيش محظوظة بالشكل ده وفي ناس تانية بالعكس بتبقى شايف إن دور المسنين دي حاجة لابد منها بالعكس إحنا معنا ناس بتقولك أنا هدخل نفسي دور مسنين لما ما قدرش أعطني نفسي بنفسي وبالعكس أنا مش عايز أولادي يشيله همي فهو الفكرة هي إن كل شخص في دور المسنين بيبقى موجود لسبب مختلف عن التاني هقولك حاجة بسيطة إحنا لما بنيجي نعمل زيارات إحنا زورنا لغاية دلوقتي أكتر من 20% من دور المسنين في مصر لما بنيجي نزور دور المسنين بنبقى حريصين جدا جدا إن كل المتطوعين اللي معنا إحنا معنا بيبقى متطوعين لغاية فوق التسعين سنة وكي والناس طبعا صغيرة من أول تاني يبتدئي بيجوا معنا متطوعين من المدارس أنا جاي أنا قويبني خلاص أنا مبسوطة قوي بموضوع ده بنعمل لهم تدريب كيفية التعامل مع كبير السن اللي في الدور ماينفعش أن أنا روح دور المسنين أقوله طب هو إلا دخل حضرتك أو حضرتك هنا أكيد طبعا مش قصتي أنا دخل عشان أبسطه صح دخل عشان أسمعه دخل عشان أقضي معي وقت ودخل أن أنا أعمله حفلة أنا عايزة أنه هو عايزة أيبا وهو داخل خلص اليوم على أنه هو مبسوط بالزبط يعني إحنا وإحنا داخلين بتلاقي شكل وإحنا خارجين بتلاقي شكل تاني هو وإحنا داخلين هو مش فاهم أنتوا جايين تعملوا إيه أنا معرفكوش وإحنا خارجين خلاص إحنا عادنا وقضينا وقت تكلمنا معاكو خصوصا لما بتجيبي كمان أطفال مع دور المسنين بتبقى حاجة لطيفة قوي أنه هو الأطفال أولا بيتعلم فكرة التطوع اللي غيره وفكرة كمان أنه هو يدي من وقته أنه وقتك ده ثمين جدا فأنت لما بتديه لحد تاني بتسعيده صح وفكرة كمان أن أن الكبار كمان بيكونوا مبسوطين بيبسوطين ده أي طفل شايفه زي حفيده إحنا معنا طفل مرة جالنا سبع شهور مراد مراد ده لما جي مع أمامته يا مش عايزة أقولك كل كبار السن كانوا مش مصدقين إزاي في طفل صغير جاي مع أمامته امبسط وغير طريقة الزيارة تماما طيب دينا إيه اللي بيحتاجه كبار السن كبار السن غير أنت قلتين هوا بيحتاجه أن حد يسمعه ماشي إحنا فهمنا ده إيه اللي غير ده بيحتاجه معلومات معلومات عندهم ومعلومات عند اللي بيخلي باله منه ببعا معلومات تبقى صحيحة عن طبيعة الوضع اللي هم فيه الوضع الصحي احنا كلنا كبني قدمين عندنا طبعا في ناحية صحية وناحية نفسية وناحية اجتماعية مزبوط فأنا ما ينفعش أن أنا أبص لكبير السن ده بس أنه هو تلخص فيه المرض اللي عنده يعني لو حد عنده ألزهايمر خلاص أتعامل معا أنه هو مريض ألزهايمر وخلصنا على كاته لا ما هو برضو مريض ألزهايمر ده من حق أنه ينبسط طبعا من حق أن الناس تقعد معاه وتتكلم معاه من حقه علينا أنه إحنا نعرف إيه اللي بيبسطه ونعملهله ومش هنعرف ده لو ما عندناش المعلومات عن كيفية التعامل مع هذا المرض نفس الشيء لو مش هنروح في الناحية اللي زي الألزهايمر والدمنشيا والجلطات والحاجات دي نفس الشيء بالنسبة للحاجات التانية دلوقت سي لو أنا كحد بيخلي بقيله من حد كبير في السن مانيش عارفة حالته الصحية إيه هتخيل أن كل حاجة بيعملها لا ده هو مش مبسوط مني لا ده هو زعلان مني لا أنا مش عارف أتعامل مع أهلي أصلهم لما كبروا بقوا صعبين قوي أنا دايما بسمعها حتى من الدايرة بتاعتي يعني أهلي لما كبروا بقوا صعبين قوي دايما أصحابي وكده بلاقي الجملة دي أو أهلي بقوا عيناديين أو أنا مش عارف أتعامل معاهم كلنا لما بنجبر بنبر بظروف مختلفة عن اللي مرينا بيها وإحنا صغيرين حتى إحنا في سننا دلوقتي على فكرة إحنا بقينا عيناديين عن زمان أكيد يعني طبايع طبايع أولا كلنا يعني الأطبع مختلف عن بعض وغير كده كمان المراحل العمرية كل مرحلة عمرية لها التصرفات بتاعتها المهم إن إحنا نعرف الشخص بيمر بإيه ما ينفعش إن أنا تخيل إن أهلي يعني لو أهلي بشكل معين بيتصرفوا طول عمرهم وفي الوقت القريب ابتدوا يتصرفوا بطريقة مختلفة طب ما نبتدي نشوف ممكن يبقى ابتدى عندهم عرض صحي وإحنا مش عارفين إن فيه عرض صحي صحي فمهم إن إحنا نتكلم مع دكتور ومهم إن إحنا دايما يبقى عندنا دكتور عارف الحالة الصحية بتاعتنا وعارف هل فيه تغير في الشخصية ولا لأ هل إحنا كانت طول عمرنا كده ولا لأ هل تحاللنا حصل فيها حاجة ولا لأ فمهم قوي إن يبقى فيه دكتور بنستعين بيه وبناخد الخبرة بتاعته في التعامل ده من ناحية التبقية من ناحية الاجتماعية دايما نحاول نفكر إن أهلنا إيه اللي بيبسطهم يعني لو هم بيحبوا قريبنا المعين ده أو قريبتنا المعينة دي وأنا ما بحبهش مش مهم نجيب طانطوك نجيبهم معنا يتغدوا يفتاروا ياخدوا حتى شيء وأخوه نحاول دايما نفكر إيه اللي بيبسطهم ونعمالوا أو نحاول كمان إن إحنا نخرجهم يتعرفوا على الناس جديدة إحنا حاجة لطيفة قوي حصلت معنا في جولدنيرز إن الأول كتنسبة تبقى شيء لهم المشوار طبعا أنا لسه هروح نادي الكتاب أنا لسه هروح زيارة دار المسلمين أنا لسه هعمل كذا الرحلة الفلانية أو العيد ميلاد أو كذا فابتدينا نعمل إيه إن الناس تجيب بعضها فهم يعدوا على بعض يعدوا على بعض بالظبط وكمان بيكونوا صدقات بيكونوا صدقات وبيوفروا فلوس طبعا لأن كده هم جايين بالمواصلات مع بعض مشوار واحد بيسالوا بعض بيعدوا على بعض وبيتعرفوا على الناس في نفس المنطقة الناس اللي في نفس المنطقة دي هتبقى سند وعون لبعض طبعا لو ولاده مشغولين أو قريبه مشغولين الشخص اللي تعرف عليه في الاطلاع في العمارة اللي جنبه بالصدفة أو في نفس الشارع هيسأل عليه طيب أنا فيه بقى حاجتين مهمين جدا عشان اللي بيتفرج علينا لو مهتم بالموضوع لأنه لذيذ جدا بالصراحة أول حاجة اللي عايز يتطوع مؤسسة جولدن ييرز يعملين إحنا عندنا استمارة التطوع بتاعتنا محطوطة على موقعنا على التواصل الاجتماعي إحنا اسمنا مؤسسة جولدن ييرز للتنمية المجتمعية فموجودين على الفيسبوك موجودين على الانستجرام وعندنا كمان القناة بتاعتنا على اليوتيوب عليها كل اللقاءات الصحة اللي عملناها مع الديكاترا أونلاين على زوم فكل الحاجات ذي موجودة فده بالنسبة لاستمارة التطوع وبالنسبة للاشتراك والانضمام في الانشطة المختلف فيقدروا يترسلوا معنا على الصفحة بيبقى فيه زي الصفحة عليها زي برامج أن يوم كذا الساعة كذا بيبقى فيه كذا ومسلا شايف أنه مهتم بالحاجة دي بيأبلاي عليها بالزبط بيقول لنا أنا عايز أشترك في الرحلة الفولانية أنا عايز أشترك معاكم بيقول لكم من خلال الويب سايت بالزبط بيقول لنا من خلال الموقع التواصل الاجتماعي احنا حاليا نشغلين على الويب سايت بتاعتنا وان شاء الله هيتم إطلاقها يوم الرالي يوم 11 مايو فهيبقى برضه خفل إطلاق الموقع بتاعنا الإلكتروني هو golden years foundation.org إن شاء الله فبإذن الله يقدر يتواصل معنا على الاتنين علشان يشترك سواء في الأنشطة أو يتطوع معنا أوكي وبالنسبة أنت قلت بالنسبة إن هو يشارك أو يتطوع أو يتطوع بالحققين نفس الحاجة بالزبط والتطوع إحنا عندنا ملوش عمر يعني إحنا حتى في الاستبارة بتاعتنا بنقول لو حد فوق المئة سنة يقول لنا يعني بدبقى فيها أعمار مختلفة واللي فوق مئة سنة فيعني ما عندناش أي عمر يتطوع بالعكس إحنا دايما نقول العمر مجرد رقم والشباب شباب القلبي صح طموحات دينا حشيش طموحات إن إحنا نقدر نكبر أثرنا المجتمعي إحنا حاليا بنشتغل أكتر في القاهرة عملنا حجة صغيرة كده جدا في الإسكندرية بس مش قادرين نعمل أنشطة كتير ونفسنا ننتشر في كل محافظات مصر لأن إحنا بدون الدعم مش هنقدر إن إحنا نقدر نكبر الأثر المجتمعي دا إحنا طبعا يعني بنحتاج دعم من جميع الجهات طبعا يعني الحمد لله إن إحنا عندنا حقيقي الدعم بتاع وزارة التضاون الاجتماعي في حاجة زي الرالي لأن الرالي كان كفكرة فكرة مش مألوفة طبعا إن إحنا عايزين الناس تمشي عشان تبقى بصحة يعني كبار السن بالذات فالدعم سواء الدعم المجتمعي أو الدعم المادي يعني طبعا الدعم المادي دا ممكن يجي لنا من شركات القطاع الخاص الشركات المختلفة الجهاد المختلفة جهاد التمويل المختلفة عشان نقدر نكبر هذا الأثر المجتمعي إحنا لغاية دلوقتي مؤسسة معتمدة بدرجة كاملة 100% على المتطوعين أوكي فنفسينا طبعا إن إحنا نقدر نكبر دا بحيث نقدر إن إحنا ننتشر في المحافظات كلها ونحقق الحلم ونعمل كل الأنشطة بتاعتنا اللي بس بنعملها حاليا في القاهرة الكبرى لأن إحنا بنعمل طبعا حاجات في القاهرة الكبرى يعني قاهرة وجيزة مفهوم نقدر إن إحنا ننتشر فيه محافظات تانية ونقبر الأثر دا بإذن الله دينا وربنا يوفقك وأنتي عاملة حاجة حلوة جدا 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 وبتسمتك حلوة وروحك حلوة وبجد مرسي جدا أن أنت جتي النهار مرسي لحضراتكم مستنينكم طبعا وأهليكم وكل اللي تعرفوهم في رالي المشي بالزبط يوم السفت بسنينكم في الميريلاند بساعدة إن شاء الله شكرا جزيلا وبكي تكون خلصت حلقاتنا النهاردة نشوفكم إن شاء الله الأربعة الجاية في نفس المعيد باي باي